اشتركوا في القناة إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تفرق الأمة الإسلامية وطبعا في الناس برى الموضوع هذا كونوا قاعدين شوعين ما خاشين في الكلام هذا الكلام عن الفرق الإسلامية في إمتى؟ في إمتى بغادي للنصار واليهود بغادي مطفر كده الله ما في عديل النصراني بقول الله تلات في إمتى؟ اليهودي بقول الله تلات تا ما بقول ما في الله ذاته فده بغادي مطفر بغادي لإبليز ذاته في إمتى؟ بره في إمتى؟ لكن من جيبك جواب ندك حقك إمتى؟ خليك قريب علماني برضو برى الموضوع علمانيين بتاعين الجبهة الديمقراطية وحزبة الطلاب المستغلين الفاشلين القليل أدب صعليك شماسة بهمتى؟ برضو ما خاشهين جواهين الكلام قال وسوف تفترق أمتي إتا وين؟ ما في بهمتى؟ الكلام عن الأمة الإسلامية الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأقول لي أنا علماني وأقول لا إله إلا الله وأنا علماني ومسلم علماني وبصلي إتا ما عرف العلمانية زي ما وروق ولا ما عرف الإسلام لكن علماني أدخل لك الجامع شنو؟ ما لك دار تنظف في إمتى؟ خاش الجامع ما لك؟ علماني تخارج عليك الله تخارج الله قال إنما المشركون نجس في إمتى؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بره إتا نجس نجس يا علماني مستغلين ولا جبها ديمقراطية عرفت الكلام دول ما عرفتوا عندك كلام تاني تعال بعدين إنتا والليلة بيندفيك ما تقول لي بردان تعال خوش هنا منطير منك أي بريد أو عق تقعد بره ووعدين بيحلموا بيحلموا سايت قارين وقفوا المنتدى دا كده وقفوا تلعب ولا شنو؟ مش ما أساس عليك لأفين عولاي جماعة لابت إن نوقفهم والجماعة ديل بيسبوا وبشتموا والتبليد كده تعال وقف والله العينك ما يوقف الشغال دي إن شاء الله تلعب ولا شنو؟ شل بتاع الشفات ملقطين واحد خدت لا سفة تجي معاو في إمتى من الجمري ولا مين؟ ولا المنتدى دا أفتكر إنه يقف لا لا أفتكر إنه يشتغل تلعب وو شنو يمو يقف يقف قال يقف شنو يعني؟ والصندوق ما قدير يوقف صندوق وجهين ما وقف في إمتى؟ ما بقف فقف ما لتوف ما وقف شغال أي حاجة سوا هنا فق وطلق هنا تلعب ما شغال دي ما عشى ما عشى إمتى؟ وإحنا دارين نحذر الطلبة ديل إنه ما في واحد يتغشها دخلت الجامعة دي أمرك زي ما دخلت إمتى؟ على الكتاب والسنة أو عدت باريليك حزب ولا جماعة ولا تنظيم إمتى؟ وما يغشوك الجماعة ديل العلمانيين أندار أبدو بهم لأنه في عطالة قاعدينين إمتى؟ قاعدين ورا أنا بعريفهم كويس ديل ما يغشوك بالحفلات وجلسة شعرية وجلسة معارف جلسة استماع لمصطفى سيد أحمد إمتى؟ أرسمح قاله مرحلة وبعد قال فريق أصبح خلا عيوشة عيوشة شعرات منكوشة تشرب من الحمام تأكل من الكوشة دي عيوشة ولا جنجات إمتى؟ عيوشة بتعشونها لك الله يا ما يغشوك بالأغاني بتعاتهم دي والوطن ولا بد من إنه ننمي البلد إمتى؟ والناس تأكل إنت مأكل لا شنو ذاتك مأكل شنو إنت مأكل لتانحنا ولمينا فيك إمتى والله نسففك التراب تأكل قال الشيوعي إمتى؟ ديل أحذرهم ده واحد إثنين الكلام عن الفرق الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وهذه الفرق ضلت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا تبارك وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود في إمتى؟ وهذه الفرق في البلد دي بالذات أخوانا كلموك عن الصوفية والإخوانا المسلمين الشيعة مؤتمر شعبي مؤتمر وطني والشعبين ذات عندهم نصف برا في إمتى؟ مع الشعيين بغادي مؤتمر وطني ليبي في إمتى؟ بلاغاتية أنصر سنة إصلاح مركز عام جمعية الكتاب والسنة جمعية المشكات عبدالحي يوسف كلهم شفت الفرق دي الجد السميتة لك دي كلها تدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار في إمتى؟ كلها دي تبارية والله جهنم ديك بدون فرامل والله الذي إله إله غير تقلمنا لعب سايد دي الخالف النبي عليه الصلاة والسلام الإخوان المسلمين في إمتى؟ وده إن إحنا بنبدأ بيهم قبل الصوفية لأنه لما تجد تتكلم عن الصوفية إنه الطريق أخو مسلم لا هؤلاء لهم بع بع دخلوا الإسلام فلا بد نسيل ده أول حاج الأخو المسلم ده نديك في زيح كده بعد داك من نجيك أدلوش تقالب نخليك قال أبس لك طاقيقة خدرة كده ما بنحليك إمتى أصبر بسنا نقشط الأخو المسلم ده وجاهنك إن شاء الله عز وجل وعندك كلام تعال تعال إمتى؟ الإخوان المسلمين الذي أسس هذه الجماعة هو الشفت المدعو حسن البنى المصري وده صوفي الحسن البنى الأسس الإخوان المسلمين ذاته رأس الإخوان المسلمين ده النجرة نجرة من رأسه الإخوان المسلمين حسن البنى ده صوفي صوفي وأنا ما أعرف بعد صوفي ده يقول لك شنو يعني صوفي تعالى ولو ديل كله ما في بتلقاه خائب وماشا تحيله أبويا الشيخ أبويا الشيخ أبويا الشيخ ده إمتى؟ حسن البنى كان من النهو ده وكان يحضر الحوليات والموالد والأذكار وكان بخش مع الطريقة الحصافية وبقولوا ما أعرف هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى قال النبي عليه الصلاة والسلام حضر في الحضرة بتاعت الطريقة الحصافية وسامح الكل غفر ليه يعني فيما قد مضى وجرى ده عقدة حسن البنى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيجي في الزكر أو الحلية يمتى وبيغفر للناس بيسامعهم وده كلام فارق يمتى ونفس الكلام ده قالوا البرعي حشان نوريقينو البرعي مع حسن البنى وجهان لعملة واحد يمتى البرعي قال أحمد يا حبيبي ده دي في المدرسة بتقوله برنامج الصباح يمتى والآن مع متحة أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا غافر الزنوبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك تك 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 برجعوك يمتى وقد يدوك حلاوة وقال المرصاص في الطابور وده الشريك بالله عز وجل اللي يغفر الزنوب ده ربنا تبارك وتعالى يمتى ده اللي يغفر الزنوب أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبد من عباد الله عز وجل وهو يستغفر ربنا عز وجل إنه الله عز وجل يغفر له يمتى لكن تجي تقول النبي عليه الصلاة والسلام بيغفر الزنوب يمتى دي العقيدة بتاعت حسن البنى وده على أسس هذه الجماعة مجموعة الإخوان المسلمين التي فشلت في إمتى في أي حاجة في أي حاجة فشلت في العقيدة فشلوا وفي الدعوة فشلوا وفي الحكم بعد ما في إمتى مسكوها من فوق في إمتى الله عز وجل صلت عليهم في إمتى من عباده وحدين طفشهم لكبر من روحة مسكوا مصر مسك مرسي الله يمرسك يا مرسي في إمتى مسكها وقعت وقالت الشريعة الإسلامية ألغى بعض الحدود والردة ومعارف قطع اليد ومين 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 دي قال مسائل خلافية مسائل فقهية ومين يرد العلمانين الجماعة البجاية دي داري يرد يقول لك إمتى الله شاء له بر إمتى باباح إخوان مسلمين إمتى خلاص انتهى فديل الإخوان المسلمين من الفرق التي ضلت أول حاجة الإخوان المسلمين من أكبر المآخص التي توخذ عليهم أنهم لا يدعون إلى التوحيد عديل ما عندهم علاقة بالتوحيد لأن ربنا تبارك وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة تشغلت الرسل إت دينك ده يا جبهجي يا أخو يا مسلم دينك ده برات ولا دين الرسول عليه الصلاة والسلام لو دين الرسول ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة لشغلت الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأنبياء عليه الصلاة والسلام الدعوة بتاعتهم كانت قائمة على التوحيد التوحيد ده بس الناس تعبد الله وما تعبد غير الله وتكفر بالمعبودات بالباطل من دون الله تبارك وتعالى الجماعة ده ما عندنا الموضوع ده بل الإخوان المسلمين هم الذين يساندون الصوفية الصوفية ورغم ورغم منه ورغم منه ورغم الإخوان المسلمين ورغم الكيزان الصعليق القليل أدب قاعدين في الجامعات هنا كوز دور الصوفي في إمتى الصوفي يشرك ويكفر في إمتى الشيخ بطير بيعلم الغاب بالدجانة بولد المرأة ما عارف ده شيخ ده يا ما في إمتى ده السؤال كوز قاعد وراه تسأل يقول لك لا ده ولي من أولياء الله بالله التمزيح كده خلينه مع الصوفي ده عشان نوريك ده ولي ولا ما ولي في إمتى كلامين الكيزان في إمتى بشقيهم الشعبيين والوطنين والفرق بين أنتهم عبارة عن فكة الفرق بين الكوز الوطني والكوز الشعبي القروش بس الكوز الوطني عنده كرشة الشعبي ما عنده كرشة بس ما عنده مجحة ما عنده مجحة بزر تعرف ليه كوزك بتلقاه في إمتى قاطع نصو قاعد بطنو مليانة حقيقة هذي البلاد ده كوز وطني إمتى اللي بتلقاه جعانه البنزين الغاز الزيت ده شعبي إمتى ده جعان خليك جعان كده وده فشل لألامي في دنيا لا في دين مع بار الترابي الترابي لغفى وقال في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها في مصلحتنا الخاصة أستغفر الله باع القضية أكلت جت وخلت جماعة دي اللي أفين عذب قبر ماض وده قال ما في وكل إتا بقى سوي شنو إمتى القاعد وراء الطاقية أتابع للمؤتمر الشعبي تعال بعدين وريني قروشنا ديوين الشعب ترابي أكلها وريني القروش حقا ديوين في إمتى فديل من أكبر الفرق التي يجب أن تحارب وأنصار سنة بيجو بداي جاءوا يوم الاثنين جاءوا واحد شفت كبير جاء كومة في إمتى راس إنصار سنة إمتى جاءوا يوم الاثنين هنا ونحن ما نعرف أنصار سنة لأخوان مسلمين كلهم عندنا واحد كلهم واحد إمتى إمتى لو زعلاني أبدقين تعال خشينا شنو ريك واحد أو الاثنين تعال إمتى إمتى لك ديقين خلاص بنخليك يعني وأبنى خليك والله إمتى وأبنى خليك أنصار سنة وين جماعة بتاع المناس الكنزي والبنات بتاع هنو اللي بيبكوا في إيجار عالمين هنا الكنزي بتاعكم وين تعالوا هنا صار سنة أي هناك أي سيئلة جماعة ذاتهم بتلبدوا يدسوا بعيد تعالوا هنا صار سنة في إمتى ديال برضو فرع من فروع الإخوان المسلمين اتفق معهم في إمتى في إنه الصد عن دعوة التوحيد وعندهم أمثلة كثيرة ماذا نستطرت ولأنه من وراي متحدث الشيخ الأستاذ أبقر رداب شكرا شكرا